يا سلام يا سلام شي رائع الطعمة رائعة والمنظر والألوان شي بياخد العقل لتعملوا هيك تارت بهيدا المنظر بهيدا الطعمة تارت مع الكاستر والفواكه تابعوا الفيديو واحضروا لآخر وشوفوا كيف طريقتي وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا قسا ما اشتركتوا وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد انا قصدي المنفعة وبتمنى تكونوا عم تستفيدوا بدنا نحضر هون خمسمية مليليتر من الحليب الحليب البودرة انا مدوبته نزلت عليهم ملعة نشا وملعتين من الكاستر يعني ملعتين طعم مليانين من الكاستر وثلاث ملاعق طعام من السكر حركتهم عالبارد وبعدين شعلت النار تحتهم على نار متوسطى صرت حرقهم على نار متوسطى لحد ما غليوا وبلشوا آآ يعني بعد الغلايان ببلشوا يتقلوا شوي شوي بدنا ندلعم نحرك ما منشيل ايدنا من قلبه ابدا ملاحظين كيف صار قوامه طقل شوي هلا انا سكبتو لحتى يبرد وغطيتو الوجه بنيلون لحتى ما يعمل اشطع للباج هلا هون نزلت 100 جرام من الزبدة هن ناقصين شوي ضفت ملعي او صغيري من السمنة الحيواني معن طيبتن بزيادة بدي حط 3 ترباع الكوب من السكر الناعم انا نخلطن لازم انا شوف اذا في شي معلق على الجدران يعني لازم نزلن بالسباتيولا لحتى ينخفق المزيج كله انا دلات عم بخفقه لحد ما صار القوامه كرامي متل هاي متل ما شايفين ضروري جدا نعمل هايدي الطريقة وضفت لهم ملعه صغيرة من الفانيليا وملعه صغيرة من القرفة القرفة النعمة وبدو ضيف كمان فوق بيضا هلأ محضرة انا كوب ونص من الاطحين وبنا نغير هايدي القطعة بالمكانة ما المفروض بقى يصير خفق لازم تقليد هلأ هلأ هون عم حضر انا عندي قالب حجمه صغير للتارت عم بدهنه بالزبدة بنطلع الزبدة من البراد هي وجامدة بنبلش ندهن فيها بيكون اسهل وهلأ رشات فوقه طحين وبصير انا بدي نسفه لهر الطحين ما يكسر فيه تكتلات هلأ العجينة قلبت مضبوط بقلب المكانة وصار قوامه بكتير كتير نعمه وملبسها ناعم بس لأنه على الحماوي وعلى الشوب ولأنه فيها زبدة وسمنة ما فينا نشتغل فيها ضغري بدي حبتها هلأ بقلب كيس نايلون هي كتير طارية تعتبر هلأ حبتها بكيس نايلون بالبراد على القليلة نص ساعة لحتى تجمد معي شوي هلأ بعد مص ساعة انا شلتها من البراد وحطيت كيس ورقتين نايلون واحدة تحتها واحدة فوقها للعجينة ومتل ما شايفين عقل من مهلب ما بالشوبك بحويل رقة بدي أعملها دائرة تكون هالدائرة أكبر من القالب ترجمة نانسي قنقر متل ما شايفين هلأ حطيتها فوق القالب بدي مصدها بأرضه بدي حاول أنا خليها تنزل على أرضه تكون مرتاحة يعني بكبسة من بعد ما بأمن انه هي ضبطت بأرض الصينية أنا الأطراف بكبسن على الأطراف لأنه الأطراف كلها مساننة ومقرقش دغري العجينة بتطلع معي الزايدة من أسهل ما يكون قد ما فيني بدي كبسن واتأكد أنه العجينة جاية مظبوط بقلب الصينية تبعية التارت هلأ أنا بالشوكة بدي أعمل سقوب بالعجينة سقوب خفيفة مشان العجينة ما ترفق إذا عندكم ورق زبدة من الأفضل تحطوا ورق الزبدة وتحطوا طقل على العجينة لحتى ما ترفق بقلب الفرن هلأ دخلت على الفرن ولما حمرت الأطراف أنا شلتها لبرة وناطرتها لتبرد شوي لحتى شيل عنها هيدي الأطعاء اللي أنا متقلة فيها منشيل ورق الزبدة وبعدين بدي أرجع فوتها على الفرن حمر لوجة شوي صغيرة يظهر هلأ طلعت الكاسترد يلي كنت حاططته بالبراد أول شي براد بحرارة الغرفة بعدين فوته شوي على البراد هلأ جمد معي بدي نزله على وجة القالب الكتارت هلأ بدل بملصن لحتى يصيروا سطحه المستوي بدي أنا محضرة لفراز اللي غسلته عشر مرات وأنا هغير ميته وينزل منه لطراب لازم تتأكدوا تماماً إنه نغسل تماماً لفراز كتير بيحمل تراب وبعدين بتقطعوه وقشرت الكيوي وحضرت العناب فيكن تحطوا لفواكا يلي موجودة عندكن أو يلي بتحبوها وبتزينوا بالطريقة اللي لكم ما رأت زينوا فيها يعني متل ما بتحبو أنتو يا سلام على الألوان شبيهك العقل كتير هالوصفة طيبة ولذيذة كتير كتير هلأ هيدا أرضته هيدا القالب متحركة شوفوا كيف هلأ أنا بدي أشيله بهايد الطريقة نزلت الكنار تلت القطعة اللي تحت القالب ألف صحة وهنا على قلبكن وإن شاء الله ما تنسوني وعملولي اشتراك للقناة ولايت للفيديو وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد لا تنسوا أبدا تجربوا الوصفة